أعود معك للقضية الرئيسية وهي ما روج له بأنه إقامة علاقات مع بعض الدول العربية هو لموجهة إقامة تحالف ضد إيران في مقال لك تعتبر أنه ما كان يتعين على الولايات المتحدة القيام به فيما يتعلق بصنع السلام الحقيقي في الخليج والشرق الأوسط ناجحت فيه الصين وأسمح لي أن أقتبس من مقالك أن ما أنجزه الصينيون كان خطوة تخفيض حقيقي للتوتر من أجل إرساء السلام كيف تقيم هذا النجاح الصيني وهل تتوقع المزيد منه؟ بلا شك كان خطوة حقيقية تجاه تقليل التوترات ولا شك بأن الخصومة والتوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية ربما كانت المشكلة الأساسية وسبب التوتر الأساسي في منطقة الخليج العربي ومرتبطة بالنزاع المسلح وسفك الدماء سواء بشكل غير مباشر خاصة في حارب اليمن والتي أهل القوى الجوية الملكية السعودية مخارطة فيه والحوتين بجانب الآخر مدعومون من إيران وكذلك أشكال مباشرة مثل أطلاق الصواريخ والمسيرات ضد مشاة النفط السعودية في عام 2019 وأغلب المراقبين السنتج بأن إيران مسؤول عن ذلك فإذا كان هناك تحسين إعلاقات بين هاتين القوة الأساسيتين في جانبي الخليج العربي فلا شك بأن هذه خطوة توجاها منطقة أكثر سلاما واستقرارا أما فيما يخص ما سفعله الصينيون لاحقا متابعة بعد هذه الخطوة ففي خلال آيام القليل الماضية أو دون أشير لأن الصين استضافت اجتماع الوزارة الخارجية إيران والمكلة العربية السعودية وناقشا خلالها التحسين التعاون الواقعي لاستعادة الخدمات الخطوط الجوية بين البلدين وكذلك تحسيز خدمات إشارات الدخول المسافرين لكي يتحركوا من الدولة إلى أخرى وأعتقد أن الصين ستستمر بدعم تطبيق هذه المتابعة على استعادة العلاقات دبلماسية وكما أود أن أضيف بأن أطرافها ثالثة مفيدة كانت مشاركة مثل العمانيون وبدأ بأنهم كانوا وسيطا مفيدين جدا ثم خص التقدم الأخير لإنهاء الحرب في اليمن هل الصين تتقدم في المنطقة على حساب الولايات المتحدة الأمريكية أو بسبب تراجع الولايات المتحدة الأمريكية أم كيف سيكون الحال بوجود الصين وأمريكا في المنطقة الصين فعلت ما فعلته لأنها لديها علاقات مع الجميع في المنطقة تماما كما لديها مع كافة مناطق العالم ولا تحاول أن تقسم العالم إلى أصدقاء وأعداء ولا تحدث فقط عن الأصدقاء وتتجاهل وأعداء وكان هذا والأساس الدبلوماسي لما شهدناه لتحقيق العلاقة تحسينها بين إيران والسعودية الولايات المتحدة كانت تفعل نفس الشيء إذا ما اتبعت سياسة مشابهة لعدم تقسيم العالم إلى أصدقاء وأعداء والتحدث مع جميع ولكن سياسة أمريكا كانت غير ذلك هنا في الشرق الأوسط لا يوجد أي حوار أو حديث ما عدا على مسارات ضيقة مثلا مع إيران ولا تجد أي محادثات مع النظام السوري في دمشق وبالتالي فأن الولايات المتحدة لم تضع نفسها في موقف لتحقيق مثل هذه الإنجازات لو وسعت مقاربتها الدبلوماسي لتكون مشابه لتقوم به الصين وحتى مقاربة روسيا للشرق الأوسط لأنها تتحدث مع الجميع من إسرائيل إلى إيران فالولايات المتحدة كان يمكن أن تكون مفيدة جدا للاستقرار وسلم في الشرق الأوسط لأن موقفها يمنع ذلك حاليا